مرحبا جميعا نحن 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 نتحدث عن نيهايدرين الآن سوف نتحدث عن نيهايدرين سوف نضيف 1 مل من التاروسين على انبوبة التاروسين سوف نضيف 1 مل من الجلوكوز على انبوبة الجلوكوز سوف نضيف قطرتهم من نيهايدرين على كل تيوب الآن سوف نسخل لمدة دقيقة الآن سوف نضيف مل من الجلوكوز والنغاتف لا سوف نضيف مل من الجلوكوز كنتيجة بعد التسخيل لمدة 5 دقائق وبعد التبريد طلعنا اللون التاروسين اللي هو الحامض الأميني طلع اللون أزرق والألبوميني اللي هو البروتين أيضا طلع مل من الجلوكوز الجلوكوز اللي هو الشقر أخذناك كنموذج نيغاتف ما أعطى لون أزرق موسيقى